القدرة الإدراكية عند الإنسان آفاقها متعددة نحن ندرك بعض الأشياء بحواسنا ودائما يكون الحديث عن الحواس الخمسة التي تعرفونها حاسة البصر حاسة السمع إلى بقية الحواس خمس حواس هي التي يكثر الحديث عنها وهي من المصادر المهمة لمساحة كبيرة من مدركاتنا وقد يذهب عن الإنسان من أنه يملك حواسا كثيرة فإحساسنا بالزمان هو حاسة لا علاقة لها بهذه الحواس ونستطيع من خلال رفعنا لهذين الشيئين أن نميز من هو الأثقل وزنا فبأي حاسة هذه بحاسة السمع أم البصر أم اللمس هناك حواس كثيرة عند الإنسان وهناك كذلك الجانب الوجداني عند الإنسان الجانب الوجداني هو الذي من خلاله ندرك المدركات الوجدانية منها المشاعر العواطف العلم اللذة في جانبها المعنوي التعجب إلى آخره وهناك المدركات العلمية المجردة التي ندركها بعقولنا فمن طريق العقل تأتينا مدركات من طريق الوجدان تأتينا مدركات وكذلك من طريق الحواس بغض النظر عن هذه الحواس التي نعرفها فإننا نمتلك حواسا أخرى وهناك معلومات مختزنة في فطرة الإنسان مع مرور الوقت والتجارب ولأسباب مختلفة قد تتفتق هذه المعلومات وتظهر أنا لا أتحدث عن مفهوم الإشراق الفلسفي هنا أبدا ذلك موضوع آخر وأنا لا أنفي موضوع الإشراق لكنني أفهمه وفقا لما جاء في كتاب محمد وآل محمد وحديث محمد وآل محمد لا شأن لي بما قاله فلاسفة الإغريق أو الصوفية أو العرفانيون إذا كان كلامهم موافقا لما في كتاب علي وآل علي وحديثهم فإنني أأخذ بكلام علي وآل علي وكلام أولئك سيكون صحيحا لموافقته لمصدر الحق إنه علي صلوات الله وسلامه عليه الذي يدور معه الحق وليس علي الذي يدور مع الحق الحق يدور مع علي حيثما دار أنا لا أريد أن أتشعب في هذه المطالب لكنني ماذا أصنع؟ أحتاج إلى بعض البيانات كي أصل إلى غاية فهناك من المدركات ما يأتينا من طريق العقل وهناك من المدركات ما يأتينا من طريق الوجدان قد يعبر عنه بالقلب وهناك من المدركات ما يأتينا من طريق الحواس وهناك من المدركات وهي مدركات محدودة قد تمثل أصولا في التفكير البشري تتفتق الفطرة وتنتج لنا تلك المدركات فقد يختلط على الإنسان فيمازج ما بين هو فطري وما بين هو عقلي صرف هناك مدركات فطرية من الفطرة انبثقت وهناك مدركات حصلنا عليها من خلال الحواس وهناك مدركات نحصل عليها من خلال الوجدان وفي بعض الأحيان فإن الوجدان يكون مفسرا لتلك المدركات قلب المؤمن دليله يأتي في هذا السياق وهناك مدركات تأتي من طريق العقل وهناك القدرة الحدسية عند الإنسان وهذه تختلف من شخص إلى آخر بعض الناس تكون القدرة الحدسية عندهم قدرة هائلة جدا أنا لا أريد أن أنحو بكم باتجاه الباراسيكولوجي وما هو في علم الباراسيكولوجي هناك شيء كثير يطابق منطقة الكتاب والعطرة أنا لا أريد أن أقبل كل ما جاء في الباراسيكولوجي لكنني أقبل شيئا كثيرا مما جاء في هذا العلم علم واسع مطرد كثر الاهتمام به في العقود المتأخرة ربما يتصور البعض أن المراد من الباراسيكولوجي فيما يرتبط بالتنبؤات التنبؤات تمثل جزءا يسيرا جدا في علم الباراسيكولوجي هذا علم واسع كبير وكل العلوم يختلط فيها الحق مع الباطل لأنها ما هي بعلوم مختبرية الباراسيكولوجي يمكن أن نصنفه على العلوم الإنسانية ما هو بعلم مختبر حتى نستطيع وفقا لقواعد الرياضيات ووفقا للتجارب المحسوسة والمحسوبة والمرئية والمنظورة أن نشخص النتائج تختلط الحقائق بالأباطل هناك ما هو أبعد وأعمق إنها البصيرة البصيرة هذه تخترق الحواجز المادية البصيرة هذه قد يكتسبها الإنسان بسبب صفائه الإيماني وحينئذ تكون لها خصوصياتها التي تمتاز بها وتارة ينال الإنسان هذه البصيرة بعيدا عن الإيمان عبر الصفاء التكويني وسنخية هذه البصيرة تختلف عن سنخية البصيرة المتولدة من الصفاء الإيماني فهناك صفاء إيماني وهناك صفاء تكويني الصفاء الإيماني ينشأ من المعرفة الصافية إنها العقيدة الصافية حينما تكون العقيدة صافية أنا لا أتحدث عن معلومات المعلومات قد تكون بوابة للوصول إلى العقيدة الصافية إنني أتحدث عن العقيدة التي هي عقيدة حقيقية وتلك العقائد الحقيقية لا تنال من خلال القراءة والحفظ للنصوص والمعلومات قطعا يجب علينا أن نقرأ يجب علينا أن ندرس يجب علينا أن نتعلم يجب علينا أن نفكر يجب علينا أن نتدبر يجب علينا أن نتفهم ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر والعبادة هي أيضا من بوابات ومصادر العلم إذا كانت تلك العبادة عبادة حقيقية فما من عبد أخلص لله أربعين صباحا إلا وتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه أنا لا أريد أن أخوض بكم في هذا المضمار فهذا مضمار واسع ومضطرت وإذا ما دخلت في أفنائه فإنني سأذهب مشرقا مغربا ويتيه الموضوع الذي بين يدي من يدي البصيرة قدرة إدراك عند الإنسان يستطيع من خلالها أن يتجاوز حواجز العالم الترابي فيمكنه أن يرى ما لا يراه الترابيون ممن لا يملكون تلك البصيرة وهو ترابي أيضا ولكنه يمتلك بصيرة بتلك البصيرة يستطيع أن يتجاوز الحدود والحواجز يمكنه أن يتواصل مع عالم البرزخ قطعا كل بحسبه ولذا فهناك ما يصطلح عليه في أجواء المتصوفة في أجواء العرفانيين وفي أجواء المرتاضين من مختلف الديانات حالة التصوف ليست خاصة بالمسلمين أصلا متصوفة المسلمين يأتون في نهاية قائمة متصوفي الديانات الأخرى من أبناء الديانات الأخرى من يمتلك بصيرة هي أقوى بكثير من البصيرة التي يمتلكها يمتلكها صوفية المسلمين من السنة والشيعة إنني أتحدث هنا عن البصيرة التي مردها إلى الصفاء التكويني أنا لا أعتقد أن المتصوفة أو أن عرفاني الشيعة يمتلكون بصيرة من النوع الأول لأن البصيرة من النوع الأول تعتمد على المعرفة بالنورانية وهؤلاء يفتقدونها أساسا عرفاء الشيعة يضعفون حديث حديث المعرفة بالنورانية أساسا يضعفون هذا الحديث ويضعفون مضامينه ويتوجهون إلى معاني ومضامين يأتون بها يقتبسونها من ابن عربي وأمثال ابن عربي أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه الجزئيات أنا أريد أن أقرب الفكرة إليكم عن عالم البرزخي لأننا إذا ما استطعنا أن نرسم صورة تقريبية كل الحديث في هذا البرنامج تقريبي وقد بينت ذلك من الحلقة الأولى لأننا نتحدث عن عالم غيبي لسنا على تواصل مباشر معه وبين أيدينا نصوص لا نملك الضمانة على صحة فهمنا لها وإنما هي محاولة للفهم في أجواء قواعد الفهم وفي أجواء ثقافة الكتاب والعترة البصيرة بصيرتان وعالم البصيرة عالم واسع وفي هذا العالم هناك من المراتب والعلوم والتخصصات هناك أشيء الكثير بصيرة مردها إلى الصفاء الإيماني كان سلمان محدثاً كان سلمان محدثاً محدثاً عن إمامه هذه البصيرة التي مردها إلى الصفاء الإيماني هذه البصيرة التي من مظاهرها ما أشرت إليه في الحديث قبل قليل من أخلص لله أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه من زهد أو زهد من زهد أو زهد في عز الدنيا كيف يزهد في عز الدنيا؟ يزهد في عز الدنيا إذا كان يبعده عن محمد وآل محمد فمن زهد وزهد في عز الدنيا وفضل ذلها على عزها في جوار محمد وآل محمد الروايات تقول من أن الله يهديه من غير هداية من غير هداية من غير مسبب لهدايته من غير هداية ويعلمه من غير تعليم من غير معلم المضامين هي هي اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنه فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً الشيعة يعدونه فقيهاً مرجعان آية الله العظمى فليقولوا ما يقولون إنا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثاً قيله أو يكون المؤمن محدثاً قال يكون مفهماً والمفهم محدث يكون مفهماً من أخلص لله أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه هذا هو التفهيم من زهد في عز الدنيا وفضل ذلها على عزها في جوار محمد وآل محمد هدي بغير هداية وعلم بغير تعليم هذا هو المراد من كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنها أجواء البصيرة التي أصلها وأساسها الصفاء الإيماني الصفاء الإيماني لا يتحقق من دون التواصل مع إمام زماننا مصدر الإيمان منبع الإيمان جوهر الإيمان معدن الإيمان تحت ترابي نعلي إمام زماننا من هنا يأتي الإيمان ترجمة نانسي قنقر